أبناء الأنباة وفيلوس هنا في القاهرة في تصن في شبرة كنيسة رئيس الملايكة الجليل مخايل يعني فتحين الباب للعزاء والحب يتقدم بالعزاء وعشان كده معنا زمنا فريد إدور من داخل الكنيسة تعالوا نروح لفريد مساء الخير يا فريد لا يكن موت لعبيدك بل هو انتقال مشاهدين مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان بننقل لحضراتكم على الهواء مغشرة عزاء نيافة الحبر الجليل الأنباة وفيلوس أسقف البحر الأحمر اللي تنيح مساء السلساء عن عمر 77 سنة زي ما نقلنا لحضراتكم النهاردة على الهواء مغشرة صلاة الجناز اللي ترقصها قداسة الباب المعظم الأنباة وروس الثاني باب الإسكندرية بطريالك الكرازة المرتوسية موجودين مع حضراتكم من شبرة من كنيسة رئيس الملايكة مخايل بتصن بشبرة والأسرة فضلت أن يكون العزاء فيها لأن الأسرة كلها من هنا سريعا ناخد مع حضراتكم لقاءات من أسرة نيافة الحبر الجليل المتنيح الأنباة وفيلوس أنا معايا شقيقة الأنبا وفيلوس يعني ربنا يعزيكي أنا مش عارف أقول حضرتك إيه بس الناس مشتقة تعرف أكتر عن الأنباة وفيلوس خصوصا أنه كان في وقت ملاوات مش بيظهر كتير فاتكلمين عن الأنباة وفيلوس تقولي أولا هو كان إنسان يعني خدوم بحب يغدم وكان قبل ما يخش الدير كان بيجي حتى دروس رياضة لكل الطلبة بتوع السنوية عامة للي محتقين للإنسان كان متواضع وكان محب للصلاة ومحب للأنه هو يعني يترهبن أو محب للدير وكان يحب يروح الأديرة كتير ويمجي فيها يعني أو أدخل يعني خلوة كتير في الدير عشان كده كان قبل ما يخش الدير كان قاعد هناك وكنا فاكرين أنه هو قاعد بس برضو الخلوة ويرجع لكن بعد ذلك نعرفنا أنه هو صمم أنه هو يدخل ويبقى راهب يعني في الدير بس ده اللي أنا أدره فترة الأخيرة في عمر الأنباثة أوفيلوس كان آخر سنتين مريد كان بيستقبل المرض إزاي؟ كان بيصمت ما كانش بيتكلم ولا يقول حاجة أو يعني اشتكي من حاجة كان بيتحمل كتير قوي قوي وحل تحمل ألمات كتير أثناء المرض ربنا يا عزي حضرتك مشاهدين احنا بنحاول نعمل أكبر قدر من اللقاءات أنا معي القط مخايل أرمانيوس من أقرباء الأنباثة أوفيلوس واللي بيقدمه في كندا وعنده ذكريات مع الأنباثة أوفيلوس يحب يكلمنا عنها لو قبل نيافة الأنباثة أوفيلوس يعتبر قبلية يعني أنه هو من صغري وهو كان يعني قريب بني قوي قبل ما يدخل الدير حتى بعد ما دخل الدير يعني وبقى راهب كنا دايما نروح كل سنة ناخد بركته يعني كأسرة كلنا يعني ونقعد معه وقت كويس يعني يدينا إرشادات حلوة يعني ولما كبرنا شوية كنت بروح الوحدي وأخذ إرشاداته يعني في الدير أكتر حاجة تسابونا ممكن تكون تعلمتها من الأنباثة أوفيلوس ربنا ينايح نفسه الدقة في الاعتراف يعني كان هو أبي اعتراف حلو جدا أنا كنت قدت فترة معه طبعا قبل مسافر كندا وكنت بقعد معه وبعدين هو علمني إزاي أنا أكون دقيق جدا في الاعتراف من حياته الشخصية كان بيحكيني المواقف هو بيعملها يعني أنه هو كان دايما يكتب كده في نوتا كل الخطايا اللي بيعملها ولما يروح يعترف بيها يرجع البيت ويعني يشطب عليها وبعد كده يرجع نفس الشهر اللي وراه هل هو فعلا يعني تخلص من الخطايا دي ولا تقررت مرة تانية عشان يتأكد أنه ماشي في طريق الطوبة يعني فتعلمتم منه الحكاية دي يعني ربنا يا عزيك يا أتسابونا يعني يمكن نيافت الأنبى ثقوفيلوس ما كانش محبة أوي للشاشات مش كتير من حضراتكو يعرفوا أنا نفسي الحقيقة ما تشرفتش وما تبركتش باللقاء الأنبى ثقوفيلوس أبل كده لكن تعزيت جدا الصبحة في الجنازة وبكلام الضيوف الموجودين النهاردة في العزة إحنا موجودين في كنيسة الملاك توصن في شبرة فناخد معنا أبونا القص ميسيس كامل كاهن كنيسة الملاك مخايل بتوصن في شبرة يكلمنا عن الأسرة ومحبة الأسرة للكنيسة محبة أسرة الأنبى ثقوفيلوس يا الحقيقة الأسرة دي أسرة قديسين أسرة كهونتية أسرة ملايكة شقيقه الأكبر القمص بطرس نعيم كاهن في شبرة شقيقه الأصغر اللي هو أستاذي من هنا طفل صغير في الكنيسة أبونا القمص إليه نعيم في الغرداء البيت ده بيت قديسين الأم قديسة ترحب بينا وإحنا أطفال نروح البيت سيدنا الأنبى توفيلوس ما كانش فيه لقاء لصيق كخدمة لأنه كان خدم الناس الأكبر مننا لكن أنا فاكر أن المهندس الأرمية لما يقف في الخرص كان الإيدين مرفوعة ما تتحركش العينين متسبلة للسماء ما تتحركش الرجلين سابتة قدت ربنا يا سامحني ما عرفش هو كان صح بس أنا حاسي أنه صح أنا استفدت إن أنا قدت طول إذا صعد أتفرج عليه فحس أدقيه ربنا جميل وأدقيه السماء جميلة قوي 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 تستهل كل 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 هذا التعلق وبالتأكيد لما سيدنا انطلق لليدير السوريان كان أمر مستقر يعني منتظر جدا 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 وعرفت إن سكة الحب تودي لطريق الحب ما كانش أمر مستغرب أبدا 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 أفتكره طبعا ضمن منظر ما أفتكره هو داخل الجيش أيام ما بعد سبعة وستين لأنه أتخرج من هندسة عن شام سبعة وستين فدخل الجيش فاكره ببدلة النقيب لأنه أعد له سبعة تمنى تسعة سنين مش فاكر قد إيه لكن فاكر منتهى الحب البشاشة لابتسامة المحبة لكل أحد محدش يا أستاذ أرمية إلا محبك وفضل في سيرتك فاكر إنما اترسمت سنة تلاتة وتسعين كنت حريص كنت في فترة تربعين يوم وهو كان ساعتها ترسم أسقف فأنا فاكر إن أنا لحقت إن أنا أصريت إن أنا أخذ بركته كان بياخد فترة خلوة في دير السوريان هو كان قديس والعيلة ملائكة تعلمنا منهم الملائكية كلمات معزية جدا يا أتسابونا زي ما حضراتكم شايفين كلمات معزية جدا عن الأسرة وعن حب الأنبثة أوفيلوس للسماء نتعرف بحضرتك دكتور يوسف زكي من خدام كنسة مصرة بس على ارتباط بكنسة الملائكة تصن حراج كنت بتقولي قبلها وأنك تعرف الأسرة تقريبا كلها فتدينا فكرة عن تعاملات ما بين الأسرة تعاملات الأنبثة أوفيلوس مع اللي حوالي أسرة قديسين وفعلا عائلة كهانوتية معروف من المساعة ما كان خادم كان هو مهندس أرمية نعيم كان من أنشط الخدام في كنيسة الملائكة تصن ويتميز بالروحانية الشديدة جدا والمرح اللطيف زي كده فكرني بقدسة الأنبى شنود البابا شنود وبعدين خدم مدة طويلة أحب الرهبانة جدا من كترة زيادة الأديورة بعد ما اتراهبن خدم في فرنسا هو اللي أسس الخدمة في فرنسا قاعد حوالي 6-7 سيئين يقدم في فرنسا كاهن وهو اللي بدأ الخدمة في فرنسا وبعد كده لما اختير أسقف للبحر الأحمر كان من أنشط وأحب الأسقفة كان معظم رحلات الكنائس لما تروح في الصيف للبحر الأحمر لابد يستقبلها بباشاشة وبمحبة يقول كلمة روحية كلمة محبة كلمة منفعة يرحب بروح جميلة جدا أخواته كلهم تقريبا كاهنة أبونا بطر الساخون كبير في كنيسة بابا دولو وكنيسة القدسين أخوه الأصغر الدكتور إليه ده كان زميلي في سنوي وفي الطب وهو الوقت القوم مسئلية في البحر الأحمر ابن أخوه كبير أبونا أرساني من أقدس وأعظم وأحب الكهنة عندنا في كنيسة العدرة مصار كلهم كلهم عائلة مملوئة بركة وعموما هو في الآخر تعب وشال الصديق بالألم فربنا حب يريحه ويغضه عنده في الفردوس الكلام مفرح جدا عن سيرة أبو عظيم زي الأنبا ثاوفيلوس أنا معي المحامي رمسيس الديري كمان يكلمنا عن خبرته تجربته مع الأنبا ثاوفيلوس ومع أسرته الحقيقة سيدنا أبا ثاوفيلوس يطلق عليه الأسكف الملائكي فعلا أنا أخو أخو مرات أبونا بطرس أخو سيدنا أبا ثاوفيلوس كنا نروح نقدي خلوات في الدير وقت ما كان راهب كان يمتاز بالابتسامة والصمت يعني تقول عليه كده كان الراهب المبتسم الصامت وكان قليل الكلام جدا كان ملاحظ في فترة تعب وفي الفترة الأخيرة يعني عمل كثير من العمليات وكان ما كناش نعرف حاجة ولا أسرته كد تعرف حاجة إلا بعد ما يخلص الموضوع ويجي ده سيدنا عمل كذا طب ليه سيدنا مش عايزة تعبك ومش عايزة أي حاجة إنما هو كان بركة وكان مبتسم وكان صامت وكان قليل الكلام وكثير الحكمة يعني بنشكر حضرتك انظروا إلى نهاية سيراتي فتمثلوا بإمانهم زي ما حضرتكم شايفين كلام معزي ومفرح كلام ميداي يعني كلام ما لهش علاقة بالموت الأرضي كلام ليه علاقة بالسماء وبجمال السماء بالقلب اللي هو قلب طفل نرجع لك يا هبة مرة تانية في الستوديو وإحنا مزلنا موجودين هنا بننقل لحضراتكم من كنيسة الرئيس الملائكة العظيم الجليل ميخايل من طصن من شبرى ونكون معاكم مرة تانية إن شاء الله وكمان كم ساعة وزمينا يكونوا موجودين مع حضراتكم من البحر الأحمر علشان ينقلوا صلاة الجناز من كنيسة رئيس المتوحدين الأنبى الشنودة بالغرداء نرجع لك مرة تانية يا هبة في الستوديو شكرا لك زمينا فريد على المتابعة